أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية مضيفا أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة وخلال كلمته في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد بالعاصمة النمسوية فيينا شدد جبالي على أن مصر حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته أن الدولة آلت على نفسها أن تحقق تمكينا حقيقيا وجوهريا للمرأة المصرية مما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية